السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته الآن نقوم بعملية تخطيط الأرض بين الخط والخط حوالي من 71 متر بين الحفرة والحفرة بين الجورة والجورة من 15 إلى 30 سنتيم في كل حفرة أي في كل جورة نضع من 3 إلى 4 بذور بين البذرة والبذرة 2 سنتيم أو 70 طريقة الرين مستخدمة في هذه عملية الزراعة قمنا بعملية استخدام الغمر لكن في الأراضي الأخرى نستخدم التقطير الهكتار الواحد يستهلك من البذور من 50 إلى 100 كيلو جرام حسب نوع الصنف وقت الزراعة وطريقة الزراعة أي المسافة بين الحفرة والأخرى في المناطق التي تكون دافئة يعني نقوم بغمر البذور في الماء ثم نزرعها أما في المناطق التي يكون فيها السقع نقوم بزراعة البذور مباشرة في التربة لكي لا تتعرض إلى السقع وهنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو نشكركم على المتابعة دمتم في العيس الله وحفظه في أمان الله إلى فيديو قادم إن شاء الله